خماسية تاريخية للأهلي يفوز بها على الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري للموسم الجديد بطولة مهمة جدا للأهلي والأهلوية بيسعى النادي الأهلي من خلال هذا الموسم أنه يسترجع هذا اللقب لدولاب بطولاته خماسية تاريخية وخماسية ممتعة ورائعة اتبسطنا بها جدا 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 على مدار أحداث المباراة بالأمس وده أمر مهم يعني لكن الحقيقة هي خماسية مع الرأف أيها هي خماسية مع الرأف والله لو لطعاطف الحكم محمد عادر الحكم المصري مع نادي الزمالك في التلت ساعة الأخيرة من أحداث المباراة لفاز الأهلي بنتيجة قد تصل لتمن أهداف بدون مبلغ بدون مبلغ بالمناسبة يا جماعة وقبل ما يعني أسترسل في كلامي كلامي مش هيكون فيه أي تقليل أبدا من كيان كبير وجمهور عظيم زي جمهور نادي الزمالك إطلاقا كامل الاحترام والتقدير لكم لكن إحنا أهلوية بنفرح حقنا فوزنا فوز كبير على فريق كبير فحقنا إن إحنا نفرح فبالتالي تخيل كده معايا لو ماتش مبارح ده تخيل معايا لو ماتش مبارح ده حكم أجنبي إيه اللي هيحصل؟ ها؟ تخيلت؟ النتيجة تلاتة إيه؟ تمانية بدون مبلغ ليه بقى؟ وأنا حبتدي بالتحكيم لأن دي جزئية مهمة إحنا التحكيم للناس يفتكر أصل الأهل لما بيخسر بيتكلم عن التحكيم لا إحنا في عزة وإحنا بنكسب بيبقى فيه جزئية ممكن تعطلك إنك تحقق تاريخ كبير وأنا قاصد أتكلم عن التحكيم لأن الجزئية دي مهمة جدا فخلي بالك معايا أنت ليك أو عليك ضرب الجزاء غير صحيحة بالمرة بالمرة الكابتل أنا فتحت لها مبارح علشان طبعا الحكم يعني محمد عادل هو اللي اختاره جدير الكمة هو حكم مميز بالمناسبة إحنا ما نقللش منه إطلاقه لكن طبيعاً هو يدافع عنه يقول ضرب الجزاء صحيحة مش عارف إزاي من أنهي زاوية يعني مبارح الماتش كان متصور بـ 20 كاميرا تقريباً زي ما بيقوله أنهي زاوية أنهي زاوية فين ضربة الجزاء حد يقول لنا ده المفروض انذار للجزير المفروض انذار لسيف الدين الجزير أهو بص معايا فين ضربة الجزاء خلي بالك بقى النتيجة هنا كانت كام 5 واحد ضربة الجزاء دي يا جماعك أفديها كام فكرون تمام بص فين هنا فين ضربة الجزاء فين ضربة الجزاء ده هو اللي وقع العالم علوم إزاي تحسب ضربة الجزاء جانب العاطفة في الديئة السبعين في الديئة السبعين تمام ضربة الجزاء أو سبعة وسبعين ضربة الجزاء غير حقيقية بالمر فالعاطفة العاطفة خسرت الأهلي تعاطف محمد عاد مع ظروف الزمالك في المباراة خسرت الأهلي عدد أكبر من الأهداف ادي رقم واحد فين طرد زيزو اللي دخل على قفشة بيقول له بص انا دخل قسرك فين طرد زيزو فين طرد حمزة المسلوسي في الكرة بتاعة السلية ضربة الجزاء فين الطرد بخلاف بقى ايه خد عندك تصفير كتير جدا جدا ونفولات كتير جدا غير حقيقية على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي لتجميل الصورة بالنسبة للزمالك فلو كان حكم أجنبي كان الموضوع هيختلف تماما لكن تعال بقى ده بخصوص الحكم ده بخصوص الحكم لكن تعال بقى نشوف أهدافنا